هم رفضين يعني بس تبعى الانتصالات الاهلي باتت تشكل عب وإزعاق كبير جدا لكثير من يجلسونها أمام الشاشات على فكرة وبعد يلا هي المشكلة مش أنا مع حضرتك ولكن هنا بالنسبة لنا ومرضو أسمع وجهة نظر حضرتك برضو يا سيد محمود أنا بشوف أن انت يجب أن تضع الصورة كاملة قدام المشاهد لا تتكلم عن الأفضل 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 ولا تتكلم عن الأسوأ 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 لكن يجب أن تقول الأهلي الأكثر مشاركة الأهلي شنوي داsub وقول إن برضو الشنويه هو الذي داخل فيه أكتر أحد داخل فيه جواه وقول إن الأهلي هو أكتر ناديت غلب وقول إن كذا لكن قول إن المشاركة ناديت آلي ممش أشوف فيك الجانب الكويسة أنا مش أتكلم أنا بتكلم على أي إعلامي مم أنا بقولك أعلا أنا تعلمت من حضرتكوا هذا الكلام إنني لما أطلع أتكلم أتكلم حتى لو أنا في قناة فقوية هنا أتكلم على القناة الفقاوية ده مختلف أنا بتكلم على القناة العامة المحايدة في أي بلد اللي بتناقش الأمر يعني اللي بتناقش الأمر من كل الأصعاد إذا كنا احنا حضرتك كنادي أهلي أو كقناة أهلي بنقول بنضع الصورة كاملة بنقول احنا بنركز على الجانب الإيجابي آه ولكن بنضع الصورة كاملة سادة أنا ما جاتش في دماغي قبل ما دخل نحمود يتكلم أنا ما جاتش في دماغي موضوع أكتر الأزائم ولا تاني أكثر الأزائم وواهي ما جات في بالي يعني أنا عايز أعرف العبقاري اللي ساب كل لا هو مش عبقاري هو عبقاري في الشر لا مش شر هو على فكرة هو ما قالش حاجة غلط قال بعض المعلومات الخطئة ولكن عموما صح ولكن لم يضعها في نصابها أيوة يعني إيه يعني قالك نادي الأهلي ما رتبش مع المعلومات الكاملة ما قالش اللي الأفضل الأكتر المشاركين نادي الأهلي بـ 15 مباراة لا هو قالك نادي الأهلي اللي اتغلب في 11 مباراة عشان مش عاوز يظهر ده هو عاوز يظهر جايب معين عين واحدة أو وجهة نظر واحدة أو نية مبيتة لإظهار الشيء معين إنما ده في النهاية ومنها يبص عليها يا أستاذ جمال لا يحجب لا لاب من حضرتك عشي يكونوا واقعية فضل هو لو تكلم في أي قضية أخرى بعيد عن النادي الأهلي انظر إلى عدد متابعي أربعة أنا أقولها لكم لابد أن ترى والملفت للنظر والكلام اللي أنت قلتوه واللي قالوا الكابتن الإسلام في مجمل الكلام أن الأمر في خطورته تعدى كمان إلى إلى بعض الفضائيات العربية دخلت على الخط لأت إنه في فرصة إنها تتشاف من خلال أن يصبح الأهلي المادة الأساسية يخبط يعني طبعا المادة الأساسية بنقل الصورة ويعني أخبار مغلوطة وخرجت عن الحيادية بالدعاء إن هي بتقول الحقيقة وأنا بتحدهم من أي واحد في المدر يتكلم على أنديت بلده يعني ما يقدرش ينتقد أنديت بلده الكبيرة وليقدر أقول فيها كلمتين لأنه عارف المجمل والنهاية فين لكن هو رأى عندما رأى الآخرين يعني من الداخل لا يرعون إيه لا ضمير ولا مهنية ولا أخلاقية فوجد فرصة مهنية أنا بكلمة كم أنا بكلمة أنا عايز سيد محمود في كلام صح كلام حيكة اللي بتقوله ده ولكن المهنية تحديدا ليه؟ لأن أنا طلع أخاطب بشاشة محترمة وشاشة كبيرة جدا وبالتالي لما أجي أتكلم أتكلم أحط الأول اللي أنت عايز تقوله على فكرة قوله بس أول المعلومات كاملة صح ما إحنا مش إحنا ما هو لو أل المعلومات كاملة ما إحنا نحترمه نقوله أنت شكرا لكن هو باصص عليه وبدولات الناس يقول لك يا أخو ما فيش غل الأهل بلعب يا عم أنتو تعبتونا أنا عادينا نتفرج ما كفى يكون بعض يعني أعزو لك إيه ده مجمل لبعض مين قصير النظر قليل الحيلة قليل الحيلة مش لاقي فرصة لكن عندما يتحول البعض يدعى أنه إعلامي وخاصة المشهد أنا شفت كم لقطة كده من بعد الضرامج العربية المسمى بالعربية هو يجد وتكيف وجايب ضيوف هدفهم هدفهم حاجة واحدة محاولة التقليل من الناس لالي هو مشكلة صعبان عليه هو مش مدرك حجم أنه هو بيعمل ترويج للأهل أكبر مما يتتخيل بالكلام اللي هو بيقوله أنت بتزيد الأمور بالنسبة لك تعقيدا منك أنت بتحط بتقول كلام المشاهد القاعد إذا كان فيه مشاهد بيسمعك لما بتجيب سيد لالي ويبقى إزاي شايفك وبص عليك الأمر يا جماعة في المجمل أنك أنت النهاردة لما تاخد بطولة دورة يا أبطال أفريقي ولما ما خدتش بطولة دورة يا أبطال أفريقي برضو رحت كاس عالم يعني عاوز أقولك إيه حتى لما ما خدتهاش ولم يحرفك التوفيق فيها رحت برضو كاس عالم طيب هي الكورة إيه كورة يوم لي كيوم عليك عشان بس إيه نحن يتكلم بالمنطقية الآله في مبارات وعدم التوفيق ما كان ممكن كورة واحدة من اللي بتروح بتيجي صح ومش هقف أنا عنده ضربة الجزاء وعدم ضربة الجزاء وبحبش تكلم عن ضربات الجزاء والتحكيم والكلام ده لأنه النهاردة معاك بكرة معاك حكم غارة القرار لكن مش هنخش في التفصيل يا جماعة لكن اللي أنا عايز أقوله سيظل البعض على حقده ها ومرض قلبه هدف الأهل بالنسبة له ووضع له لهدف قصاده حتى يجد لنفسه سوق أو باب حد يسمعه ويعمل مدخلة يخش كذا يتجاب في بردامي فأتألف الحدوتة فأنا لما أجي أخبط أخبط في مين أخبط في كبير القوم مش أخبط في حد ما عنده في الشارع كبير القوم ده هدف ماشي فأصبح الأهلي على الرغم وقلنا نحن إيه وبنعيد تاني السفينة ماشية عمالة تنجح وغيره عمالة حدف عليه طوب ومش بص عليه يعني لأنا عزول يا جماعة بتأخرج من بطولة وتدخل بطولة هذا هو قدر الأهلي ورجاله وقدرته ومسؤوليه لو أنت توقفت قدام كل واحد حدفك بزلطة أو لأ قدوبة خلاص مش هتقطه خطوة لكن عليك إيه أن تصلح من أخطائك أن تصلح من عيوبك أن تجدد للأفضل أن كل داك خطط الأفضل قدام إيه الجديد اللي أنا هفاجئ بناشي أنا حافظ اللي أنا وصلت له زي ما قلنا إيه في رسالة الكابتب في البداية اللي جاي أصعب آه اللي جاي أصعب وصعب فأنا عاوز أقول لك لن يقف الأهلي ولن تقف مسيرته أمام ما يحدث من محاولات التقليل أو محاولات التشميل سترتد إليهم بمزيد من تحقيق من البطولات والألقاب وسيظلون يجلسون بجوار الحائط يبكون على أحوالهم وأحوال من يشجعون طيب عايزين تقولوا حاجة تانية في كاس العالم عشان ننتقل إليها أنا أنا عاوز أقول حاجة أحصل إزجاج أنا عاوز أقول حاجة يكفي حاجة واحدة بس صدر رئيس التحدي الدولة أليه في الميكروفون أليه يعني يلا يا أهلي نقطع بالعربي دي كفاية متسبي عمل إيه قفز من على الكرسى عمل إيه يعني العاوز أقولك إيه يعني فيه حاجات بتحصل هذا ومثل أفريقيا هذا ومثل أفريقيا كانت الأمنيات وكانت الأمنيات والطموحات أكتر أنه يروح للمباراة النهائية وكانت قريبة لكنها إرادة ربنا وبنحمد ربنا على اللي إحنا وصلنا له وبنقول ما زلنا لن نفقد الأمل وهنشتغل عن نفسنا وهنحسن نفسنا حتى يتحقق الأمل في يوم ما ماشي عاوز أقول لكم شوفوا ميسي قاعد قدي عشان نفسه ياخد كاس عالة ونفسه ياخد كوبا أمريكا هذا يمتى هو ببطل هو ببطل